في سياق متصل رحب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين جريفث رحب بالإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في السودان ودعا جريفث في تغريدة الله عبر حسابه على تويتر الأطراف المتحاربة في السودان إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية مضيفا أن الأمم المتحدة ستواصل مع شركائها القيام بكل ما في وسعهم لتقديم المساعدات الإنسانية للسودان ومن جانبها رحبت الألية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إيجاد رحبت بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت مشيرة إلى أن احترام وقف إطلاق النار أمر حاسم لتسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وأضافت الألية أنها على أهبة الاستعداد لدعم التنفيذ الفعال لوقف إطلاق النار والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء القتال وبسرعة في السودان دعية للمجتمع الدولي بأسره والجهات الفاعلة الإنسانية إلى توحيد جهودها بشكل عاجل لدعم الشعب السوداني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر